قد كنت في ممضة أعتقد أن أنت توقف بما يتعلق بالصور في هذا التلفاز التي تنقل فيه الصور المحاضرات والندوات كنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت ألقاء المحاضرة ثم بذالي أن أخذ ذلك للمصلحات العامة المسلمين حتى يستفيدوا من النندواتي أو المحاضرة التي تلقى في بواسطة التلفاز أنها يعم نافها أكثر فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصرحات فردية وحاجة فردية فكيف بالحاجات التي يعم نافها ومصارحات التي يعم نافها هذا مما هو عندي عذبة تشتيج منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نافها للمسلمين فيما ينقى من طريق التلفاز ونحوه هذا هو وجه على المنع في هذا وعدم التوقف عنه وللمسلمين مجال آخر من جهة المنع لكن أقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق مصلحة العامة أعظم وأكبر ثم يتعلق مصلحة فردية في تابعية ونحوها اشتركوا في القناة